بقى أقل مجهود وأقل فنيات الأهلي بينتصر بسلسية نظيفة على سان جورج الأسيوم في زهاب دوري أبطال أفريكيا في دوري الاثنين وثلاثين الأهلي لعب مباراة متوسطة بمباراة غلب عليها الهدوء والحذر إلى حد كبير النهاردة الأهلي كان بيلعب شبه على الواقف وبقى أقل فنيات وبقى أقل مجهود رغم الفوز الكبير لازم ننبه أن الأهلي في مباراة السوبر الأفريكي برضو لعب وهو كأنه دوم المباراة وهو حاسس أن هو أعلى من المنافس وده مش حلو لأن في مباراة بتبقى خداعة وفي مباراة بتهرب بسبب الغرور وبسبب السيقة الزيادة وده كان دور كولر النهاردة كان مفروض اللي هو ينبه على أقل ما بين الشوتين احنا شفنا صحيح هدفين في الشوت التاني لكن شفنا برضو مع بداية الشوت التاني الأهلي كان بيلعب بقى ريحي لكن النهاردة النقطة المضيئة في المباراة عشان ما نبقاش بنقول سليبيات بس حسن الشحات اللي بيزبط من مباراة للتانية اللي هو عامل مرجح جدا لكافة الأهلي في المباراة المهمة او في المباراة حتى للفرقة مش يوقف على حيلها او الفرقة بتلعب بسيقة زيادة هو محافظ على مستوى معين ما بينزلش عنه ما شاء الله عليه ربنا يزيده وربنا يبارك كمان من النقطة المضيئة النهاردة استمرار تقلق امام عشور للمباراة التانية على التوالي بعد المباراة الدوري وشايفينه ان هو مركز جدا ان هو مستر اسيست وكمان عايز يحرز هدف شوفنا الكرة بتاعته اللي في العرض كمان في وجهة نظري من النقطة المضيئة جدا النهاردة هو روح رم ربيعة تحس ان هو لعيب كبير فعلا ولعيب عايز يخلي الفرقة تفوق وبيحاول بشدة الطرق وشوفنا الكرة بتاعته اللي ضايع اللي في العرضة وكان قابلها اكتر من فرصة حاول فيها برضه وايضا من النقطة المضيئة النهاردة كمان هو احمد عبدالقادر اللي من ساعة بداية الموسم وهو مركز جدا كل وقت بينزله بيحاول يستغله احسن استغلال لا بيصنع لا بيسجل وده بعد الهجوم اللي حصل عليه ما بين الموسمين بعد ما نزل تعليقات على صفحته او حاجة زي كده في التواصل الاجتماعي لكن من بعديها ومن بعد ما اخد العقوبة ومن بعد حصل ده وهو مركز جدا وعايز يصالح جمهور الاهل وفعلا بيعمل خطوات فعلا عشان نخلي جمهور الاهل يرضى عنه وهو فعلا لعيب مهم في الفريق ولعيب مش لعيب احتياطي ابدا لانه لعيب ممكن يلعب اساسي في اي وقت وممكن نشوفه متقلق وعنده اللي مش عند حد في الفريق خالص وهي الحلول الفردية والمهارة العالية جدا طبعا مباراة العودة زي ما انتم عارفين يوم الجمعة الجاية على استاد القاهرة برضو فده كان سبب برضو الاريحية اللاعبين والان اللاعبة بتلعب براحة النهاردة شفنا كريستو بيحاول شفنا صلاح محسن بيحاول لكن ما زلت عند رأيي ان هو صعب جدا ان هو يكون مهاجم الاساسي للنادي الاهلي او حتى المهاجم الاحتياطي للنادي الاهل اتمنى في مباراة العودة ان كورا يكون مركز على انه يدي فرص للعيبة اللي ما بتاخدش فرص وخصوصا عشان يرايح اللاعبة اللي هتشارك بعد كده في الدولة وهتشارك بعد كده في السور الافريقي وهتشارك بعد كده مع منتخب مصر الاهلي مقبل على مباراة كتيرة ومباراة مهمة وكمان اللاعبة الدولية مقبلة على توقف وهيلعبوا الجزائر ففي مطحنة جاية للعيبة ديت فلازم نبتدي نعمل المدورة من بدري نقطة اخيرة النهاردة كهرباء حاول كتير لكن هيك كهرباء كان يتقطع شكلها عنه فبنا نتمنى له التوفيق في المباراة اللي جاية وما يزعلش هو حاول وحاول اكتر من مرة وكان مركز ان هو يحرز هدف لكن الكرة ما كانش متوعاه اتمنى يكون الفيديو عجبكم اتمنى نشتركه في القناة وتوى على الجرس ما نتخليش اي مباراة لهيك عن الصلاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته